السلام عليكم طلاب الصف الثاني كيف حالكم؟ اليوم يا ثاني سوف نبدأ بوحدة جديدة ماشي يا ميس؟ وهي الوحدة الخامسة اسمها معالجة البيانات ماشي يا ثاني؟ إننا نتعرف بهاي الوحدة كيف بدنا نعالج البيانات يا ثاني طيب يا ميس؟ قبل ما نفوت بدرسنا اللي هو تمثيل البيانات بالصور عنا خلينا نعمل تحيئة لدرسنا نعرف إيش يعني بيانات إيش هاي الوحدة عن إيش بتتحدث يا ثاني طيب خلينا نشوف يا ثاني بحكي لنا استعد لدراسة الوحدة عنا يا ميس جدول خضار في المنزل وقداش بحكي لنا عنا مثلا عدد الخيار عدد البندورة عدد الجزر عدد البطاطا وعنا يا ميس أسئلة بدنا نجاوب عليها يا ثاني يلا انتبه معي يا ميس أي نوع من الخضار هو الأكثر عددا؟ نيجي نطلع يا ثاني على عدد الخضار مين أكثر إشي عنده؟ مين أكثر إشي عندنا في المنزل مثلا هنا؟ عنده من الخضار؟ أحسنتم البندورة ليش يا ثاني حكيت البندورة؟ لأنه عندنا أكبر رقم هو العدد إثنى عشر إذن منكتب عند السؤال الأول يا ثاني بندورة ماشي يا ثاني؟ يلا السؤال الثاني أي نوع من الخضار يوجد منه سبع حبات؟ يلا كتطلع لي نسألة جدول وين عندنا سبعة هون يا ثاني؟ هيها سبعة مين اللي عنده سبعة؟ اللي هي البطاطا إذن بنكتب اللي عنده سبع حبات اللي هي البطاطا يلا نيجي للسؤال الثالث أي نوع من الخضار يوجد منه عشر حبات يلا طلعني على الجدول وين الموجود منه عشر حبات يا ثاني؟ هاي العشرة من هي يا ميس؟ اللي هو الجزر هاي عشرة اللي هي جنبها نوع الخضار اللي هو الجزر إذن بنكتب يا ثاني الجزر الجزر يا ثاني ماشي يا ميس؟ إذن هاي يعني بيانات يعني أنا بعمل جدول ياثاني بكون عندي معنومات إما أنا بجاوب عليها أو أنا ياثاني أرسمها أو أعدها وأحط الإجابات زي هون عندي مثلا في الجدول طيب يامس خلينا نشوفون السؤال بحكي لنا سألت ميس صديقتها عن الشكل المفضل لديهن فكانت الإجابات كالآتي يعني عنا ياثاني أشكال وميس سألت صاحباتها ياثاني أو صديقاتها عن مين بتحب المربع مين بحب الدائرة مين بحب المثلث لكن ياثاني هون أعطاني مفتاح الحل حكالي أنه كل بنت هاي رسمة بنت يعني كل بنت أو صديقة لميس بتمثل بنتا يعني بتمثل وحدة ماشي يامس يعني الرسمة أنا اللي رح أرسمها هون هي بتمثل بنت وحدة بنت وحدة ياثاني يلا دعا نشوف أول إشي عندي المربع كم وحدة بتحب مربع يلا نعدهم ياثاني واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة إذن كم بنت عندي بتحب المربع خمس بنات فباجي أنا برسم يا ثاني خمس بنات هاي واحد اثنان ثلاثة أربعة هاي خمسة يا ثاني يلا نشوف كم بنت بتحب الدائرة يلا نعد واحد اثنان ثلاثة أربعة فباجي أنا يا ثاني برسم أربع بنات ليش رسمت أربع بنات لأنه كل بنت عندي هون أنا رسمتها كل رسمة رسمت هي بتمثلي بنت وحدة بنت وحدة ياثاني يلا المثلث واحد اثنان واحد اثنان إذن باجي أنا هي الثاني برسم بنتان برسم بنتان طيب تعال نشوف كم عدد صديقات ميس كلياتهم اللي بيحبوا المربع والدائرة والمثلث واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احدى عشر إذن لدى ميس كم صديقة احدى عشرة صديقة يا ثاني طيب ما سنفتح هسا كتابنا الملون اللي هو كتاب الطالب صفحة اثنان وثمانون يلا كل ياتنا يا ثاني نفتح صفحة اثنان وثمانون اللي هو درس يا ثاني تمثيل البيانات بالصور تمثيل البيانات بالصور طبعا المفهوم والمصطلح اللي انا لازم اعرفه يا ميس اللي هو التمثيل بالصور يعني يا ثاني انا رح ارسم في درسنا تمثيل البيانات بالصور رح احنا نرسم البيانات اللي بعطينا اياها يا ثاني طلعوني هون في عندنا يوسف عنده ألعاب وبدنا نشوف يوسف ايش بيحب من ألعابه يعني او كم عنده من الألعاب طلعوا للسيارة السيارة يوسف كم عنده عنده سيارتين كرة القدم عنده كرة واحدة الطائرة عنده ثلاثة طائرات ثلاثة طائرات يا ثاني طيب ميس لكل رسمة او لكل جدول فيه له مفتاح حل ايش يعني مفتاح يا ثاني ميس هذا المفتاح هو اللي بسهل لعملية الرسم هو اللي بسهل لعملية الرسم طلعوا لي يا ميس على هذا السؤال بحكي لنا عنده تمثيل البيانات بالصور يمكن تحديد مفتاح بين العدد الذي تمثله كل صورة يعني طب هم مثلا احنا هنا يا ثاني عندنا فواكه كيوي برتقال تفاح بحكي لي هسا كل حبة من هدول يا ثاني بتمثلي اثنين ايش بتمثلي يا ثاني؟ اثنين يعني عدد اثنين طيب يا بس طلع علي كيف يعني يا ثاني؟ مثلا الكيوي عندي انا مثلا واحد اثنين ثلاثة اربعة عندي اربع حبات كيوي لكن هذا الحل خطأ ما بحكي اربع حبات يا ثاني ليش؟ لانه كل حبة فواكه بتمثلي عدد اثنين يعني يا ثاني هاي اثنين وهاي اثنين وهاي اثنين وهاي اثنين كمان هاي اثنين وهاي اثنين وهاي اثنين هاي كمان يا ثاني اثنين 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 ليش يا مس انتي حطيت اثنين 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 اثنين؟ ليش؟ لانه هو مفتاح الحلقة للي يا ثاني هاي الصورة بتمثل مثلا دفاحتين أو حبتين كيوي أو حبتين برتقال يا ثاني ماشي يا ميس؟ يعني كل حبة فواكي حكالي كل حبة بترسميها حكالي إنها بتمثل عدد اثنين ماشي يا ميس؟ طيب تعيشوف كم الكيوي يلا اثنين زائد اثنين أحسنتم أربعة زائد اثنين ستة زائد اثنين ثمانية إذن أنا عندي ثمان حبات كيوي تعيشوف كم عنده من البرتقال ثنين زائد اثنين أربعة زائد اثنين ستة إذن عنده ست حبات من البرتقال تعيشوف كم من التفاح ثنين زائد اثنين أربعة زائد اثنين ستة زائد اثنين ثمانية زائد اثنين عشرة إذن عنده يا ثاني عشر حبات من التفاح يا ثاني رح نوضح أكثر يا ميس من أتحقق من فهمي ياثاني طيب خليك معي يا ميس عندنا ياثاني جدول في عندي طلاب وعندي عدد النجوم إذن عندي طلاب وعندي عدد النجوم عندنا خالد ومريم وسمية طيب المفتاح الحل دائما ياثاني بتطلع على مفتاح الحل يا شو معطيني يا ياميس المفتاح بحكي لنا كل نجمة عدد النجوم هسا كل نجمة بتمثل نجمتين يعني كل ما بدي أرسم نجمة يعني هي عبارة عن اثنين ماشي يا ثاني عبارة عن اثنين طيب مثل بالصور البيانات الآتية التي تمين عدد النجوم التي حصل عليها الثلاث طلاب هدول يلا دعنا نشوف خالد خالد كم نجمة عنده يا ثاني ثمان نجوم مش بروح أرسم ثمان نجوم يا ثاني أروح أرسم نجمة 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 لا أصل ثمن ونجوم لا ليش يا ميس لأنه عندي النجمة الوحدة بتمثلي نجمتين طيب باجي هون يا ميس إيش بيعطيني ثمانية يلا اثنين لأنه هو بحكي لي كل نجمة عبارة عن اثنين يلا اثنين زائد اثنين أربعة زائد اثنين ستة زائد اثنين ثمانية ماشي يا ميس طلع عليين كم نجمة يروح أرسم واحد اثنان ثلاثة اربعة إذا باجي يا ثاني برسم نمسم الشاطرة بالرسم نجم نرسم يا ثاني أربع نجمات إذا برسم أربع نجمات هاي هالنجمة عبارة عن نجمتين يعني اثنين زائد اثنين زائد اثنين زائد اثنين شو أعطتني يا ثاني ثمن نجوم يلا شوف مريم مريم كم نجمة عندها عشرة ما بروحين مريم أرسم عشر نجمات لا لأنه كل نجمة عبارة عن نجمتين يلا تعال نشوف إيش بيعطيني العشغ يبوصلني للعشغ يلا اتنين زائد اتنين أربعة زائد اتنين ستة زائد اتنين تمانية زائد اتنين عشرة وهي بسم اتنين و اتنين أربعة و اتنين يعني زائد اتنين ستة زائد اتنين تمانية زائد اتنين عشرة يلا تعال نشوف كم اتنين عندي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة إذن باجي عند مريم وبرسم يا ثاني خامس نجمات نرسم يا ثاني خمس نجمات واحد اتنين ثلاث اتنين أربعة هاي ثاني خمس نجمات ماشي يا ميس يلا السمية كم نجم عندها ست نجوم والنجمة إذا بدي أرسمها عبارة عن إيش يا ثاني عبارة عن اثنان يلا تعال نرسم ست نجوم تعال نشوف كم من النجوم بتحصل سمية يلا اثنين زائد اثنين أربعة زائد اثنين ستة واحد اثنان ثلاثة إذن باجي يا ثاني برسم ثلاث نجمات برسم ثلاثة نجمات إذن يا ثاني أهم إشي أتطلع على مفتاح الحل إيش بده يا ثاني من مفتاح الحل يعني إيش المعلومة اللي بيعطيني إياه وأنا لازم أتبعها طيب تعال نشوف سؤال اثنين عشان يكون أوضح إلينا يا ثاني يلا عندنا هوايات وعندنا أشهل هوايات القراءة والرسم والرياضة بدنا نشوف كل عدد من الطلاب قد يش بيحبوا القراءة والرسم والرياضة في عندي مفتاح الحل ياش مفتاح الحل يا ثاني بيحكيلي كل طالب أو كل طالب أو طفل من هذول الأطفال بيمثل ثلاثة أطفال يعني كل رسمة أنا بدي أرسمها زي هاي يا ميس قداش بتمثل لي يا ثاني ثلاثة أولاد بتمثل لي ثلاثة أولاد طيب يا ثاني أنا إيش عندي بالأول ست أطفال يفضلون القراءة طيب تعال نشوف كم بيحبوا يا ثاني من القراءة ستة إذن أنا رح أبدأ بإيش يا ثاني بثلاثة يلا ثلاثة زائد ثلاثة كم يا ثاني ثلاثة زائد ثلاثة برافو ستة ثلاثة زائد ثلاثة ستة طيب تعال نعدهم كم واحد اثنين واحد اثنين إذن أنا كم طفل بدي أرسم يا ثاني بس طفلين واحد اثنين ماشي ثاني لأنا هاي بتمثلي ثلاث وهاي بتمثلي ثلاث يمس إذن لازم يا ثاني أنا أنتبه لمفتاح الحل ماشي يا ثاني مش أرسم أروح أرسم ست أولاد أو ست أطفال لا بدي أنتبه يمس للرسمة ولو حكالي طفل واحد برسم ستة عادي أما لكن هون شو حكالي كل ولد بترسميه عبارة عن ثلاثة أولاد بحكي لنا هيك هو المفتاح يعني بسهل لي عملية الرسم بس بدل ما ظلني أنا أرسم يلا اثنين ثلاثة أطفال يفضلون الرسم يلا نطلع على الرسم هس كل طفل كم حكينا ثلاثة يلا إذن بحكي ثلاثة هاين وصلت الثلاثة إذن ثلاثة أطفال هاي ثلاثة إذن كم ولد بدي أرسم يا ثاني واحد إذن باجي برسم يا ميس واحد عند الرسم إذن هاي بتمثلي ثلاثة أطفال ما بحكي بيحب الرسم واحد لا ما هي هاي الرسم الطفل بتساوي لي ثلاثة أطفال صحية ثاني يلا شوفوا لنا تسع أطفال يفضلون الرياضة يلا ثلاثة زائد ثلاثة ستة زائد ثلاثة تسعة صحية ثاني تسعة يلا تعي نشوف كم بدي أرسم من الأطفال واحد اثنان ثلاثة واحد اثنان ثلاثة يا ثاني يعني ثلاثة 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 ماشي يا ميس إذن لازم أنا أطلع على مفتاح الحل طيب في عنا بالسندوق بيحكي لنا اكتشف الخطأ قالت ليلى إن عدد الأطفال الذين يفضلون البرتقال في التنفيل المجاور يساوي أربعة فهل هي على صواب؟ طيب تعي نشوف لمفتاح الحل عشان نشوف هي حلت صح ولا لا؟ هس المفتاح كل حبة بتمثل طفلين يعني اثنين إذن كل حبة فواكه بدها ترسمها هي عبارة عن اثنان صحية ثاني؟ طيب هو كم يمس عندنا هون إحنا؟ عندي أربعة صحية ثاني أنا هي حكيت يفضلون البرتقال في التنفيل المجاور الهم أربعة أطفال أربعة أطفال والمفتاح الحل إيش؟ أدو يمس اثنين يعني كل حبة بتمثلي طفلين يلا تعي نشوف اثنان زائد اثنان كم يا ثاني؟ أربعة إذن أنا كم حبة برتقال لازم أرسم؟ واحد إثنان إذن بايش غلطت ليلى؟ شايفين؟ لش هي حطت أربعة؟ لأنها ما انتبهت لمفتاح الحل يا ثاني إنه كل حبة بتمثلي طفلين هي طوالة راح تحطتهم أربعة خطأ يا ثاني إذن منحكي لليلى أنت أخطأت بهذول الحبتين يا ليلى لأنه كل حبة برتقال بتمثلي اثنان واثنان هيها أربعة أطفال تعي نشوف التفاح كمان اثنان واثنان إذن ما في داعي لحبة التفاح هاي يا ثاني ماشي يا ميس؟ إذن هيك إحنا يا ثاني منكون أنهينا الدرس الأول من تمثيل البيانات بالصور أهم إشي يا ميس أنا لما بدي أرسم الفكرة الرئيسية من الدرس لما أنا بدي أرسم يا ثاني أنتبه لمفتاح الحل شو أنتبه يا ثاني؟ زي هيك يا ميس أنتبه لمفتاح الحل يعني إيش هو وبده؟ يا ثاني طيب يا ميس عندك الكتاب الملون عندنا كتابنا الغير ملون حاسف اللي هو كتاب التمارين يا ثاني اللي هو صفحة ستة وثلاثون عندنا صفحة ستة وثلاثون يا ميس ميس حللي السؤال الأول معاك واجب يا ميس السؤال الأول وإذا بدك تحل يا ميس كمان الأسئلة اللي تحكيتيها ما في مشكلة بس أنا بهمني السؤال الأول يا ميس حلو وارسل لي يا ثاني اتفقنا يا ميس وهيك لليوم بتكون خلصة حصتنا لمادة الرياضية ويعطيكو ألف عافية ثاني ترجمة نانسي قنقر